إلى ذلك دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الانقلاب في الجبهة الشرقية لتعز وكذلك في جبهة القبيطة شمالية شرق محافظة لحج وفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولة تسلل لعناصر الميليشيا نحو مدرسة محمد علي عثمان ومعسكر التشريفات أجبرت خلالها ميليشيا الحوثي على التراجع وتكبدت خسائر بشرية كبيرة في حين دارت مواجهات عنيفة بين الجيش وميليشيا الحوثي بجبهة القبيطة في لحج بالقرب من منطقة نجد قفل سقط خلالها ثلاثة قتلى من الحوثيين والعديد من الجرحة